عبر الأقمار الصناعية من درعة معي مراسل الأخبار الآن هناك في درعة وريفة محمد الحوراني محمد مساء الخير طبعا أي تطورات جديدة فيما يتعلق باشتباكات المنشية وماذا نعرف عن غرفة العمليات الجديدة هذه رص الصفوف نعم مساء الخير ما تزال اشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة منذ الأمس في حي المنشية وأيضا في مخيم درعة من جهة حي طريق السد حيث حاولت قوات النظام الأمس التقدم لها مخيم درعة ولقيت مواجهة من قبل ثوار غرفة عمليات البنيان المرصوص التي تعمل في درعة البلد وتدير معركة الموت والمذلة وينظى وتحتها عدد فصائل من فصائل الجبهة الجنوبية أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص عن مقتل قرابة 15 عنصرة من عناصر حزب الله لبناني والميليشيات الطائفية في مخيم درعة بالتزامن أيضا مع عمليات قصف جوي ومدفعي من قبل طائرات الأسد والطائرات الروسية حيث سجلت طائرات الروسية عدد غارات على درعة البلد قبل قليل تم قصف بلدة النعيمة أيضا وصباح اليوم تم قصف مدينة طفاس غربي درعة حيث سقط على الأثر هذا القصف 9 مدنيين جلهم من الأطفال والنساء في غربي درعة في مدينة طفاس بالنسبة لغرفة عمليات رص الصفوف هذه الغرفة العمليات تم تشكيلها في ريف درعة الشرقي في مدينة نعيمة بالتحديد لصد هجمة النظام والميليشيات الموالية له التي تحاول إحراس تقدم على عدة محاور ولا سيمة بالنسبة لحي درعة في حي المنشية أو درعة أو نعيمة هذه الغرفة تضم عدة فصائل من فصائل الجبهة الجنوبية على راسهم فصائل كبرى كجيش الثورة وفلوشة حوران والفوج الأول المدفعية هذه الفصائل شكلت هذه الغرفة لمواجهة أي تقدم لقوات النظام من جهة بلدة نعيمة في ريف درعة الشرقي هذه ستكون من أبرز أولويات هذه الغرفة الجديدة أم ستتولى أيضا مهام أخرى هذه الغرفة حسب البيان الأول لها بعد إعلان تشكيلها هي غرفة طارئة لإدارة العاملات العسكرية وخاصة أن النظام السوري قد استغطبت عزيزات عسكرية في الأيام الماضية من ميليشيات إيرانية وميليشيات حزب الله لبنانية لدرعة وحاول النظام الدخول إلى بلدة نعيمة ليلة الأمس لكن بعد محاولته بالفشل هذه غرفة العمليات هي لمواجهة النظام في المرحلة الحالية وربما ستكون في الأيام القادمة بنية لتوحد الفصائل في مواجهة النظام السوري والميليشيات الموالية له وأيضا مواجهة التنظيمات الإرهابية في ريف درعة أنا أشكرك جزيلا محمد الحوراني مراسل الأخبار الآن في درعة واري فيها كنت معنا مباشرة عبر الأخمار الصناعية من هناك شكرا محمد